السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والسلام علي رسول الله وعلى آله وصحبه ونواله وفد أهل الطائف لحلقة الله حلقة 159 تا دي بوافدنا يا الطائف دي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لمطأ دي بوناتها جيتو مما ألف وديو حرهيني بهجانا مسنرية إن شاء الله سبقا أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف بدير الطائف قدمل النبي صلى الله عليه وسلم حوزور على بعد قضوة حنين ثم تركهم في أماكنهم ورجع فلما رجع تبع أثره عروى بن مصعود الثقافي حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم ثم رجع ودعا قومه إلى الإسلام وكان أحب إليهم من أبكارهم فذن أنهم يطيعونه فرموه بالنبلي من كل جانب حتى قتلوه ثم اعتمروا بينهم ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العربي فبعثوا عبد ياليل بن عمرو ومعه خمس آخرون من أشرافهم وذلك في رمضان سنة 9 هجرية فلما قدموا المدينة ضرب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة في ناحية المسجد ليسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يدعوهم إلى الإسلام وهم لا يسلمون حتى طلبوا منه أن يسمح لهم بالزنة وشرب الخمر وأكل الربا وأن لا يهدم اللات ويعفيهم عن الصلاة وأن لا يكسروا أسنامهم بأيديهم فأبى وأخيرا رضقوا له وأسلموا واشترطوا أن يتولى هو بهدم اللات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا فقبل ذلك وكان عثمان من أبي العاص أتقى في أسقارهم سنا فكانوا يخلفونه في رحالهم فكان إذا رجعوا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقرأه القرآن وإذا رآه نائما استقرأ أبو أبا بكر رضي الله عنه حتى حفظ شيئا كثيرا من القرآن هو يكتم ذلك عن أصحابه فلما أسلموا أمره عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على الإسلام وقراءة القرآن وتعلم الدين وتعلم الدين ورجع الوفد إلى قومه فكتم عنهم إيمانه وخوفهم الحرب والقتال وقالوا جئنا رجلا فضا غليذا قد ظهر بالسيف ودان له الناس فعرض علينا أمورا شديدة وذكروا ما تقدم من تلك الزنا والخمر والربا وغيرها وإلا يقاتلهم فأغضوا من نخوة واستعدوا للقتال يومين أو ثلاثة أيام ثم ألقى الله في قلوبهم الرعبة فقالوا للوفد ارجعوا فعطوه ما سأل فقال الوفد قد غاديناه وأسلمنا فأسلم الثقيف وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد والمقير بن شعبة الثقافي في لجان إلى الطائف ليهدموا اللاتا فكسروها وهدموها وهدموا بنيانها طيب إلا حلقة الله حلقتنا وفد الطائف لكفال الله كفال مهماته النبي صلى الله عليه وسلم قدم الله ومعرقة حنين كيسك قل الطائف حاسر يا واجوا حسنا يوم أتو وديب حسن أتو وأستشهر أورا من السحابته بيليوتهم كم سالة سعالبتم كم سالة حسويلتم من بناي لهلو من ناس ألو السكالبو من لأدممت أكانهم إلا أنك سأله بيليم أبل لأدممنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقبله وإلا من الجعرانة من دا أقبله لقنامنا وزعاتوا النبي صلى الله عليه وسلم ومناله حتمراته فديب إلا وكد إلا ديب قابين دا جيس النبي صلى الله عليه وسلم أورا من ناس أحبت رضوان الله عليه عروى بن مصعدة الثقافية لبورته عالريو عند عالريو أهسلمة كمسة أسلمة يعني مرة فتو عالو وإندا العقبل كمسة العقبلة يعني دعوات قدام أولهم إلا الإسلام قلتوا طوه يا الله أكفه عند الله أكفه كل من كل تجاه دا الله أكفه سقط له وموتاه وحقه وكانوا أن يقولون أولله أحناعي نحن عاربي نقدرنيos لأن لو حرلة العرب كل ماتتلا كل مثل المسلمين الهiez حناعي نقاتل ينقدرني ولازم نفرع ووفنا نلأكك ونتفاوض مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا موضوع لنا للأمسلو druh مادير أول مرة وأحناعي الله قدام الله وكh سلمت ايوم ابندا كفهو وضعبط اقوال منهم كالحوصورهم على ادام الله وحركمان اللي لسليماي لسحابي القتلو ودي هيني جزيرة العربية كلها ومكة ومدينة كلها بدا النبي صلى الله عليه وسلم قبقات ولا قبائل ولا وفود من كل تجاه من تقوى قبقوا وخطر للشكل اللهم هالله فبالتالي بيالو نازم نقيس كنفر لكو بقيادة أورو عبداليل بن عمرو اللبولو م我們 نأشرافهم ونسبقتهم دي برمضان سنة تسعة دي برمضان مدينة المنورة كمثر着 مطاوى النبي الصلى الله وعلا السلم دي ب Passara Ora mesjid خيمتهم دي بلو挖بتهم جليAM وقعلوا الاول عدام دول السلي ودول قراؤو قولي قلوا الاول missile الدبيلوي النبي صلى الله وبيبو آسيام تعلح هو سلم النبي صلى الله عليه وسلم عنده البحدا وحاجوه عنده البحادلوم دموضواه عنده قايوسو واسلام ده شعر ريح كلهم اسكم بدواه يا رسول الله أبو الله سلمو بيالو يا أخي نسمحها جنا البداية نسمحها جنا وخامرات سماح جنا وأكربها جنا بلعب كله دم منه ولا ألات لنا الإله لنا هنا كمان يكيه دمه يتقربه بيالو ومنسالات كمان عافينا سراتي تطلب مننا بيالو والأسنام لنا هنا يتسبار له ويتقربه كله بيالو والنبي صلى الله عليه وسلم عبقلهم وأخيرا هيني ربي شرحا وقبلو وردخو دي بارعين النبي صلى الله عليه وسلم لكن شروط بيالو والشارطهم هي أن إحنا لألا تناينا نوسنيين هادموني وسقيف كله كله هنا ينقربون انتنا وسكه دمه بديكه دمه واللي بيالو واتفقه مسلوه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم لشارط اللي عثمان ابن بالعاس الثقافي اللي توم سقيف توم قبيلة سقيف توم لهم اللي أصغر منهم لنا إشعالك دباء كاننوا أيام لحد دوق علو وتوم كمسل مطاوكا كين التاكان راحل وتوم كمسل جيسو وتوم التعلا وباك النبي صلى الله عليه وسلم واسلاما وقرآن قرآ على والنبي صلى الله عليه وسلم بباكار ديبو جيسو وبباكار لا قرآ على وشي بزو حفظا من القرآن ديب الله فترة الله وهو تيمانو كتم على وخمسل عقبالو ديب كان ديب الطائف النبي صلى الله عليه وسلم حال قلوه أمريد يبوم أميروم وديم وقل من حريس حالة يحفظ القرآن وحفظناي تعلمناي دين الإسلام لو وفدكم سالعقبالات ديب كان تم بيلو الإيمانو كتمو وبيلوهم والله يعقح هنا يعني ناس صعب وناس جاهزة للقتال وبسيف للأزهر وكله كله حتى ليقبل ناس قوي ناس شديد رأينا وناس متمسك بوما بدأوا رأينا وكم سأللي حنا حاولنا ديبو تقول لها بيلي لأن و حنا بس اللي ناس يعني ناس قتال وناس حرب رأينا هو بيلي وبحرب وقاللي بأفرها وهم بالبداية لأنه أمر أم علو اللقاهم لنا يوم شوية سعبين علو ولحاصل كله ذكره وقالله واسأله وحنا الوحر كمان بيلي زنى حدو قبيل النا خمرت حدو قبيل الربح حدو قبيل النا اللو كله وإلا قلق عطل النا وهتم ياني ديبال لو قل اللو ناس أطل وإزة نفس ناس بلو واسلمنا بلو وحنا شابنا نكفرك وذل وديك كله مودي وإن شاء أسلامنا أنت بلو حتوم إلا وكذل حنا خلاص بلق عدينا واسلمنا بلو وثقيف كله أسلمت والنبي صلى الله عليه وسلم كمان أيام لدي بالطائف كمسال دع ديبهم كمسال بلو اللهم أهدي ثقيف بلق يعني وفد لأكا وحقول خبر بطحي وآمار وكل شي وفد لأكا خالد من الوليد والمقيرة بن الشعبة لبو ديبهم لهم لأكا وقيتوك ديبالطائف إنما طو قل اللا تهدمو وسابرو ولبنياننا يول على عبود العلو واركو والله سبحانه وطعال وحده لتعبى ديبق إلا آخر حلقتنا الطائف لكفاننا الطائف وفدنا الطائف خير وديو أمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته